شارك سعدة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الاحتفال الذي نظمته السفرة الأمريكية في البحرين اليوم بمناسبة الذكرى الثانية للتوقيع على اتفاق مبادئ إبراهيم بحضور عدد من أصحاب السعادة السفراء وعدد من المدعوين وألقى وزير الخارجية في الحفل كلمة نقل فيها تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله وراءه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله منوها بتوجيهاتهما السديدة لدعم كل ما يعزز قيم التسامح والتعايش السلمي والتعاون لما فيه الخير والنفع لشعوب المنطقة وأعرب سعادة وزير الخارجية عن الشكر لسعادة السفير ستيفين بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء السفارة على ترتيب هذا الحفل وعلى مبادرة زراعة شجرة زيتون في حديقة السفارة كرمز للسلام الإنساني والأمل والطموح مؤكدا أهمية رعاية هذه الشجرة ليسود السلام بشكل تام في المنطقة مشيرا إلى أنه من خلال السلام والتسامح والتعايش والاحترام نصل للازدهار معا بغض النظر عن الدين والمعتقد وأكد سعادة وزير الخارجية أننا من خلال السلام سنتمكن من الوصول لحل المشكلة الإسرائيلية الفلسطينية بما يضمن أن يكون للشعب الفلسطيني دولة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل معربا عن تمنياته في أن تكون الشجرة التي تمت زراعتها اليوم بذرة لسلام دائم وشامل للجميع وقد قام وزير الخارجية والسفير الأمريكي والسفير الإسرائيلي بزرع شجرة زيتون في حديقة السفارة الأمريكية رمزا للسلام الإنساني والأمل والتفاؤل ترجمة نانسي قنقر